اشتركوا في القناة ما لحقتش اسجل ستوديو لان الموضوع ده اتعرض مبارح على المواقع وانا بدلت الحلقة بتاعت النهاردة وصممت ان انا اسرع بازاعة الحلقة دي الحقيقة ليه وليه خصصتها حلقة كاملة او معظم وقت الحلقة لان لو بصينا لموراق الموضوع او لو بصينا للابعاد اللي الورا كل الكلام اللي هنسمعه هنكتشف حيات كتير قوي وهنتعلم حاجات كتير قوي وهنشوف ان فعلا كل حاجة ليها وقتها وهنشوف ان فعلا ما فيش مستحيل وهنشوف ان الاسرار والتحدي والعزيمة والقوة دول مش كلام انشى ولا كلام بنتلعه في البرامج وخلاص ليه مركزين قوي على فكرة التحدي والقوة لان الوقت ده عايز مننا كده الوقت ده عايز مننا ان احنا في وقت عصيب كل وباء ناس بتروح حوالينا ناس بتفقد ناس عزيزة جدا عليها كلنا قاعدين خايفين من المرض ومن الوباء في بعض الناس شغلهم طبعا مش ماشي في ناس عندها معوقات في ناس اه العالم كله في ظروف صعبة جدا عشان كده في الوقت ده بدل ما نقول نتكلم على مشاكلنا انا شايفة انه مفيد جدا ان احنا نوري نماذج من الحياة فعلا بتقول ان ما فيش مستحيل انا مش هعلق على حاجة غير ان احنا معانا راجل تزوج من فتاة والفتاة دي عندها تحديات كتير جدا قامت بيها في حياتها والدنيا تقلبت على السوشال ميديا ان ازاي تجاوز وجاب لها هدية الجواز عربية مش بس تجاوزها ومش بس جاب لها شقة وجهاز لا ده كمان جاب لها عربية يعني سابوا كل معاني الحب والاخلاص وحب الجوهر وكل المعاني العظيمة اللي ورا الجوازات دي وركزوا في العربية للرجل جابها الحقيقة انا مش مركزة في العربية انا مركزة في الرقي والحب الحقيقي اللي فعلا نقدر نقول ان الحب بيصنع المعاجزات والحب اللي بجد مش الحب بتاع دقل قلبه والنزوات لا لا الحب اللي بجد الحب اللي جاي عن اقتناع وعن عقل وعن تفكير وعن عشرة وعن راحة نفسية كله هيتقال في اللقاء لكن انا عايزاكم تشوفوا اللقاء ده وتسمعوه مش ان هو اه اتنين بيتجاوزوا اه وممكن اه يكون اه الناس كانت مستغربة شوية لا انا عايزاكم تركزوا في كل كلمة لان كل كلمة هتغير حاجات كتير قوي في تفكيرنا وفي قراراتنا في اللي احنا عايزين نعمله ونعرف القدرة الحقيقية اللي عندنا لربنا خلقها اللي ممكن تصنع المستحيل تعالوا نشوفوا انتنامين الصباحة لا التاني وعندك أولاد؟ لا ما جيبتش أولاد من أولاً وتجوزت أولاً هي قد إيه؟ لا قدنا فترة ما كملناش سنة قد إيه الزوجة الأولى بقى جوزتها من قد إيه؟ لا من فترة طويلة أحوالي أكتر من 2004 17 سنة؟ يعني قاعد 16 سنة مش متجوز؟ 16 سنة مش متجوز ليه بقى؟ الحاجات كثيرة سبب كثير قوي يعني الزوجة الأول ما رايحنيش تعقدت يعني؟ مثلاً هي زي كده ما رايحتنيش خالص تدخل الأهل بالذات منها من زوجة الأولى هي ما كانتش مريحة فقعدت كل ده؟ قعدت كل ده الوحدة كانت أحسن وتشغل إيه حدث؟ بتجرحة دي كده الحرية بقى ظريفة يعني جداً منك بتقولها بحرقك جداً طيب وقرار بقى الجواز التاني أخدته إزاي؟ قرار الجواز التاني لما تعرفت بنوها بعدين تقدمت بعدين أهلها وأهلي الأهلين كانوا رفضين هم عايزين حد من ظروفها وأهلي عايزين حد من ظروفها تعرفت بنوها إزاي بقى؟ تعرفنا أيام الثورة تقريباً الثورة نعم ترى الفيسبوك منتد على الفيسبوك ده من زمان يعني؟ من عشر سنين بسا؟ من عشر سنين هارف بعض هم بس توصلنا مع بعض حسيت إن فيه مش كل حاجة جسد إني روحياً نفسياً بس المجتمع بقى وظروف المجتمع وأهلي وأهلها زي بقية المجتمع تبدلتوا العشر سنين تتكلموا على الفيسبوك ولا شفتوا بعد وجه المجتمع أه وبعدين؟ يعني صداقة استمرت عشر سنين؟ أه وبعدين انتجوزتوا؟ وبعدين انتجوزتوا وبعد عشر سنين؟ بعد عشر سنين وبعد رفض الأهل ده أنت صعبة قوي تاخد عشر سنين عشان تقرر تجوز وبعد رفض الأهل لا بجد أول الله أه يعني بعد قد إيه من الصداقة أخدت قرار أنك تتجوز ودخلت بقى في مهاطرات الأهل وكده؟ بعد حوالي ثلاث شهور أو أربعة شهور مما تعرفنا على بعض بعد أربعة شهور مما تعرفتوا؟ وقعدت عشر سنين تقنعهم؟ قعدت عشر سنين منفصل بقى مش بقنعهم أنا خلاص بقى على ما جات الظروف اللي وسامحت إنهم ما خلاص بصموا بالعشرة خلاص لا يعني قصي قولك قررت أنك تتجوزها بعد أربعة شهور مما عرفتوا بعد من عشر سنين أيو وقعدتوا عشر سنين أصدقاء ليه بقى مش بتتجوزها؟ الأهلها كانوا رفضين وأهلي كانوا رفضين كمان آه لك أنت كنت كبير يعني كنت كدر تقول لنا هتجوز بس كانت الضغوط عليها وعليها كتير جدا ليه بقى أهلها كانوا رفضين وليه أهلها كانوا رفضين؟ أريد أن أعدم زجوفي علشان تكمل حياتك بشكل طبيعي طبو هي بقى هي برضو كانوا خايفين عليها إن أنا أعملها معاملة وحشة إن أنا أكون قاسي عليها ما ساعدهاش إن أنا أتعبها كده يعني فرق السنة بينكم كبير؟ الأحوالي عشر سنة كتير آه يعني أنت عندك حاجة واربعين ديبات؟ خمسة واربعين سنة وهي خمسة وثلاثين؟ أقل ثلاثين؟ أنت خمسة وثلاثين تحسكي أصغر طيب أقنعتهم إزاي بقى؟ أقنعت أهلها إزاي بقى؟ اللي عم بقى أهلها اقتنع ومن تشايفين صداقة وتصميم بقى؟ وتصميم وإسرار وخلاص نكمل حياتنا مع بعض نحن عايزين نبقى صرحة في خلال عشر سنين دول ما قابلتش ولا حد خالص فكرت فيه؟ قابلت قابلت أه وتقريبا خطبت مرتين خطبت مرتين كمان ومرتحتش مع اللي خطبت أهلها والله يعني في خلال عشر سنين دول خطبت مرتين كمان مرتحتش وكنت بتقول لها عايزينك خطبت أي و هيك؟ ها بتزعل ولا؟ يعني تزعل جدا طبعا ايه و كنت بقى مع خطبتك وبتكلمها برضو صديقك أبرا؟ هي بعدة إن ما كنت مع خطبتها بعدة آه فترة الخطوة هي بعدة وبعدين تانية مرة بعضة برضا؟ تانية مرة بعضة برضا يعني بتخطب وترجع وتتكلموا وبعدين تخطب وترجع وتتكلموا إيه بقى؟ مين اللي بيرجع يكلم مين؟ نحن الاتنين ازي يا لا مين اللي ببتيتي عايز أن اعرف مين اللي بيبتدي بصراحة؟ يعني بصرافة الغالب هي اللي بتبتدي يعني بكبير جد هي بتعرف ان انت فسخت يعني؟ منين ببتعرف؟ تقريبا كل اصحابي انا هي معاها نمر اصحابي مش معايا اساسا يعني في خلال العشر سنين دولا هي محتفزة لسه بنمر اصحابي مش معايا اساسا اصحابي مش معايا اساسا الف مبروك الاول انا معرفش انكم شهر العصر مش عروسة جديدة بقى اسبوعين بقى لكم اسبوعين يوم 12 قوليني بقى اول مرة تعرفت على بعض فكرة امتا؟ او فكرة ازاي؟ طب بعمل كنا في جروب بعمل كنت انا لسه في الجامعة كان نتاث من شروبين 2012 ع Mackay سنسا ده بتاريخ ااخدت من مهومية ااخدت مهومية وقميت عددادي وصلنوي وجمع واتتروريا black يوم 2012 ع 2010 2010 كان اول ما عرفتها بدأنا نتكلم أو قبلت القاد بتاعه كان يوم بـ 25 ميام وبعد إيه؟ كنا نتكلم في بروب بقى عن موضوع الترتيبات بقى ننزل وانا نستوره مش عارف الحاجات دي بس فبدأنا من كده كان هو دايما معطار يدعى يعني بينقشي في بعض التعليقات كده انتي بالأخص يعني كنت انا مش تجليفية ليه طيب كان ايه ليه بريك انجلس بي يعني خلاص عامله حاس فيه خلاص عامله بلوك أصلا ليه؟ كان بيغلس علي بيغلس بيعيكس يعني لا بي يعني ايه مثلا اي تعليق لازم يعتقد عليه اي حاجة اللي هو يعني ايه او اموشا ملوش علاقة خالص بالتعليق لا 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 انا جميل كلها في الناحي ورجي بقى علشان قلتلها فلاحة قلتلها فلاحة انا فلاحة انا كمان لو انت فلاحة بقى انا فلاحة بسبب بقى الحز ان هو هكام بي طب انت بتتعامل كده ليه قال عشان انت فلاحة يعني ايه فلاحة انت مش شايفنا يعني جاي من الغيت ومش عارف ايه فلاحة دي حاجة حلوة لا انا اصلا فزبتني كده فلاحة دي بس بدأ الحوار من كده عارفت بقى ان هو اصلا من طنطا اضايتي ان هو صنفك صنفك حاجة اضايتي ان هو صنفك حاجة لا بعد شوية بقى لما قال لي ان هو كالليلة بقى وصال الكلام بينا وكده فقال لي بقى ان هو مرتاح لي وموجب بيه وحابب يرتب اقول لا اسطل ما كانش عارف لسه حي يعني انت اعجبت بيها قبل قبل ما تعرف قلتلو ايه قلتلو قلتلو انا عندي كذا يعني في حاجة لازم تعرف زي ايه يعني كنت متجوزة اقول لا انا مش متجوزة طب في ايه قلتلو انا عندي ظروف خاصة كذا 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 قال لي ايه مشكلة يعني قلتلو انا انا يعني قال لي ايه مشكلة يعني قلتلو لا مشكلة انت الكلام غير الحكاوي ما كانش شافي ما كانش شافي يعني هو قالك ان هو معجب بيك من قبل ما يشوف شكلك اصلا طب انت ازاي انا مش قصدي على ان هي عند بيها حاجة انا قصدي اقولك عموما ازاي توعجب بسيت ومشوفتيش افرد سرعك مثلا شبلا ما يعجبكش هسد بجمال روح ايه روح انت قررت ان اتا تقول لي واحد انا معجب بيك مالغورة ايا كان شكلها ايه لا كان على يوتيو على الياهو الحاجات دي كنا لسة الياهو كان فيه صور بس كان بتبقى كبه يعني مش باين يعني مش باين ايه اا شافك برضو شاف واشك ايه الصور بيتبا على الياهو العربيس الحاجات لكن ما شافش باين اه لكن شافك طويلة سياره اى ملامح بس لكن طويلة سيارة ما اركز لا ما كانش يعرف حاجة خطر بس برضو الصور اصلا الصور مكنت تتغير يعني اصدي اقولي انه هو فعلا حب روحك يعني هم ما يعني مش مهمة بقى صمراء بيضاء مالكش زوق معين مالكش زوق معين مش فارق فقالك لا مش فارق معي لا مش فارق معي بس ما كانش لسه شايفت او لا خالص اول مرض قبلت اول مرض قبلنا كان هو ويد بعديه على طول قالي طبعا انا عايز بقى بلك كنت شايلة هاما بقى اللقاء دعم اه طبعا جبتان لان انا كمان بدأت فتحت له وتعلقتي بيه كمان خفتي بقى ان هو لما يشوفك غير رأيه او حين كنت لسه كمان في الجامعة سنة 4 كنت لسه بعد من كنت لسه بقى مالك فاول ما ان كنت نعي اليوم ده جامل جدا من درجة ان انا كنت مبسوطة بس كنت متغطرة وخايفة مردت علي اه بس ليته عكسه خالص صراحة اعملت ايه او مش فتا اتخيل انت شرحت له ايه انت مولودة كده سا اه طبعا ضعفة عندي ضعفة اه طبعا ضعفة عندي ضعفة اه طبعا ضعفة مش ضمور مش ضمور يعني عندي رجليه شمال ضعيفة شوي طب هو الضعف ليه يأثر في النمو او انا أثر في النمو اللي هو ما كانش بشكل طبيعي نمو العظم ما كانش اوقتنه واخواتك عاديينه عندي لا اختي لي اختي صغيعة بطا زيك برضو نص حجم نص حجم وعندي اختي كوية اخوتي تانية بقى ما شاء الله كويسينه باباك يمومت بقى ارايب ارايب بس مش تعتبر ارايب 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 من بايت بس سبحان الله سبحان الله كل حاجة بس هو ربنا فيه ناس تانية متجوزة اولاد عمها يعني عاصب كده دايما نقول كده دايما نقول ما نقولش طب هو فلان اكل اللحمة الفزة دي وما ماتش مش شايفة نفسي لما قصيرة او كده عاية بس العصائية اللي هي بتفرق معايا في الحق لكن انا بتعامل بطحرة وانتو بتسيله اللي بيفرق معايا قولتله اه اللي هو بيخليكي حصانك مختلف او بس لكن انا مش شايفة طولي فيه ناس طويلة اوي عادي فيه ناس قصيرة فيه ناس تخيله فانا مش فرق معايا القصير بس دي الحاجة الملفتة اللي انا شايفتها ملفتة بس يعني فولتله عليها باحث ان هي انتظام اللي عكيدي الانتباع كان ايه بقى؟ ايه بس قول انها شفيتك كنت عادي او كنت عادي بس انا كان جوايا كان جوايا شفيت الرياكشنات طبعا بس مبينتش مبينتش لا انا كنت عارفها وعارف حكاياتها جيانين هي كانت جاد تدخل محو اميها جاد تدخل سنة اولى ست سنين فرفضوها وقالوا تربية فكرية فمش متخلفة زهنية علشان تدخل تربية فكرية هل تدخلو كدام جيانية؟ لا التربية فكرية اللي هم الاعقص زهنية المتقل العقص زهنية فده امي ما عندهش اعقص زهنية فانا كان عندي خلفية هي عملت ايه؟ اه يعني كان عندي خلفية هي عملت ايه؟ ايه التحديات بالزبط التحديات اللي قابلتها وبعدين عملت ايه لما قالولك لأ انت يجب ان تدخلي لا بابو علوم طيب هي مش محتاجة لكده يعني طب انت تدخل مداني سعادية وحتى بعض تربية التعريم بعض الوزارة وكلام وشكاوي وكلام نعمل لها طيب دكة الوحدة في فصل وكلام من ده رفضوا قالوا كده من مصر مشانشين مسئوليتها فخلاص فمعد دسلتيش ارسل لانت امري لحد سنة 14 سنة وبعدين ايه اللي رجعك بقى بعدها 14 سنة؟ كنت من يعني تكريت ان همك كله بيقرأ وكله انا عايز اعرف اخواتك بقى او اخواتي وراي وكان فيه مسلسلات وارتليز وزينة حاجات اللي كان بيتيجي على القناة الثانية اللذيذة جيدة عايز تريد ترجمة عايزة ارى وعايزة اذاكر وعايزة اخرج وعايزة يعني حابة بقى بالشكل طبيعي انا عمي وشوفت نفسي عندي عاق لا بس هوا يعني مش بقولك كده بجملك يعني يعني او في حاجة بالنسبة لده الهمم يعني اللي مش بيشوف او مش بيقدر يمشي او يقوم او كده انت بتعتبري طبيعية يعني لا الحمد لله كل واحدة عنده قدرة بحاجة معينة عفريتة 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 اشتراعية بطريعة طبيعية عفريتة عازي عازي اقولي انها بتمشي وبتعد عفريتة 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 بتتغلق عليك عفريتة انا كنت خايفة على وقت الجامعة وخايفة على ظروفها وهو تنمر المجتمع عليها وهو اه انا مش بالله العظيم مش بقولت العاشت مش متخيلا ان حاجة لا اكتير جدا ازاي عسفوش وجمال اعمار انا بسمعها وادني وبعمل مش سانا اتاها ايت فشة ايو طبعا يعني ممكن بعد تمشي تكلم عليك لكن اتاها ايت فشة لا ايت فشة يعني خديري اسم الحمد لاس يعافيا انا بجده انا صلاح ازيك فيناس ما كانتش بتخلي ولادة يلعبوا معايا هلا يا ست انا علي حجرة معدي اياه نعم والله يتابت بس جدش فرق دا حد توهم معي؟ حد للوقت الناس قولت كان في حاجات للخطوبة الناس جاية في الخطوبة تتفرج على عروسك بس ولا فرق معي كده كده بيقول يتفرج على عروسك لا اللي جاين فرق علي دي من الهدى كنت هو ناس حواليه لو انت عرفهمش يعني جاين خطوبة اوه في ناس اعرفهم كده لا انا بسمع التنمر بودني جاين تفرج علي كنتم الاثنين بقى ايه كده يعرفوك يعني قبل كده قصد ايه ايه العروسة ايه عروسة بس عادي كده كده العروسة اي عروسة لازم بتبقى قعدة وبالتريعها علي بقى بصي هو العادي ان في بعض بعض يعني الناس لما بيبقى غيرانا شوية اتجوزت وانا متجوزتش مش عارفة ايه البتاع انا بس طلق من نوع طلب اه ان في العادي كتبات والافراح العادية بيروح يتفرجوا العريس والعروسة يعدوا ينموا على الفراحة ايه كده الكلام استخيذي طب انت هتتجوز وانت هتتجوزي ازاي طب انت فيك في الجواز ايه جمعتم ملك وانا سألتكم انا دايتكم انا قلتلك انت تتخينها ليه ولا قلتلك انت مش نكحة في حياتك ليه ولا انت عصبية في حياتك ولا انت فشلة في معابلتك مع جوزك سواء الجل او بنات جوازك مش هيأثر عليهم في حاجة ايه ايه او خايفة علي وكل حاجة وليه ربنا يسعادك خلي بالك من نفسك لا سايا مستعرض حاجة يعني في حد جيه قالك انت تنفعي فتتجوز ولا لا يا سلام دا ايه يعني درجة القرابة ايه ولا ازاي يعني ايه جيران وصحابه قريبه وحاجاته ونص برضه هو يعرفهم عادي لا مش عادي لا مش عادي يعني اصلا فكرة حد تدخل حياة حدت دي صعبة بعد فرحنا الناس بتسأل ايه يا كباري قابل ايه 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 دا سواء ميت افمي بكل الاوقات دا 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 في الافلام وفي كل عادي لكن انا بتكلم معموما ان غريبة اوي يعني غريبة اوي مباشرة وقال اسببت علينا عليه شوية انا هو عشان يعني لك النموذج مختلط لا بس برضه القدرة على ان انا ادي ديني تي برضه يعني لازي الحمد عنده قدرة دي يعني افريد انك بيأتي من السؤال ده اكيد هدايك اكيد كان عليك ضغط عصر ببرضه اكيد بس تبط تخيفOME وسرحام وبالله كنتيا خيفة من الاجواز و او من ناس وockا ايه علاكم يعني ممكن يكون فعلا طب انتو مركزين اما تبقى اه حتوشل انتو هتفشل انتي هتفشل انتو هتفشل برضه بيجيلك احساسي الانتي ايه او انا فعلا ممكن افشل حتى لو انتو واثقة نفسك همو بيقولك ايه هتفشلي حاجاتك زي كده هو هيسيبك مش عايز اقاملك ودي الوقتي بس ممتعاطف معاك طب هو ممتعاطف معايا بقيلو من الفين و عشر اخر عشر ممتعاطف معايا جنجي كل ده يضغري في كل حاجة اروح ااجي هو معايا للنهار يعني بيخاف علي اكتر من اهلي اصلا اهلك اقتنى و ازاي في الاخر لا اما خلاص لونا بقى احر مفيش مفر اوه انا كنت حايا اوه يعني اوه انا صممت بقى مكبرتي كده صمم اوه كان محمد انا حتى افسره في كل حاجة اوه لا بحاجة اوه يعني انت كنت صديق العائلة يعني موجود يعني موجود اه ونام العائلة كمان يعني في نوجة نموذج اهمة فظيح اي اوه نوجة كمان بي حاجة جبارة ولا عنا جنبها حاجة اساسا اوه اما كان بيحصل لها حاجة تقابل ما ده لي اهلي يعني عايش انا وماما واختي مع بعض فقابل ما بلايه اي حد هو بس مبارد ما يعرف من صوتي لنظر الصوتي في حاجة بلايه واقف طبع اولا هو ممكن الناس تكون ببثرو هو على انه عامل حاجة كويسة انا حاسة ان التحدي الاكبر عندك انت لان ان انت عندك ثقة بالنفس ان انت تخش تجربة زي بديه وتبقي عارفة ان انت عندك تكافؤ فيها لا انا وصلت ان هو عمره ما هيخزيني في اي خطوة انا هخطوه لا يخزيلك حاجة وان ان انت برضو كست تتحسي ان انت قد الخطوة دي ما عشان هو كان مقويل حبه مقويل او تمسكه يعني رغم ان هو ازاي ما بيقول ان هو الطبق لا بس انت واسقة من نفسك جدا اه ما تفطيش كله عليه لا ماشي هو بيحبك وكل حاجة بس ممكن ان واحدة تيجي في بلان وبيضحك عليها ممكن واحدة تيجي في بلان وبيتعطف معاه انت لا واحدة واسقة من نفسك طبعا ميتي حاجة يعني لازم تبقي درس لكل الناس اللي هما فيهم كل حاجة وزي الامر وحلوين طبعا زي الامر بس قصدي اقول ان فيه ناس بيبقى عندهم عوامل كتير قوي يعني ازياد بالنسبة الاغنية قوي او حاجة عندهم بس ربع ثقة بالنفس احمد قبل ما يحبيني شكلا او ايا كان وضع اجتماعي او ايا كان حب روحي حبيني شخصي يعني حب نوها مش حب شكل نوها او جسم نوها او هيئة نوها اي بس ان نوها تدخل في التجربة دي بقى وتبقى قادرة انها ما تغيرش وقادرة انها تصق فيه ما تغيرش بقى اني غير بقى اني غير بقى الحمد لله فقى يعني مفيش مش بس اذا ما اقولك هو نفسه يعني انهم مش شايف بنت تا يعني مش شايف اي بنت تانية وده مخليني او قوي لما كان بيروحي اخطب كان بيقولك اريح اخطب لي بقى هو لما حصل ظروف من اهلنا وكده ففي حاجات كانت صعبة شوية فعشان انا انا عايزي بقى دايما احسن فقررت ان انا هابعد خلاص انت اكمل حياتك وعيش بصد وربنا سار انا عايزي كنت تبعيدي الاول ولا كنت تبعيدي الاول ولا كنت تبعيدي انا كنت تبقى يعني انا كنت تبقى معي انا عاو تواصل برضو بس كنت بعرف اي ما كانتش تبقى خطوبة راسينة بس الاهل مرشحين لي حاجة معي كده ما كانتش تبقى راسينة مرشحين له بنت او كلام ده فكان بيجي يقولي او انا بعرف تليفون انتظار انشغل علي اليوم تليفون انتظار انشغل علي اليوم انتظار لازم ببيتكلم واحدا انفشل ببيتكلم واحد صاحب واصل او لا في شغله او لا في اي حاجة لا لا في حاجة اخوص لا لا في حاجة اخوص بتحس بيبقى في طريق يعني لو التذكير راح ثانية واحدة ست بتحس ففي ايام ايه كده اقول لي مفيش اماما مرشحة ايا كان صديقي يعني كان الاهل بيبقوا مرشحين مش هو بيقابل حدي يعجب الاصدقاء والاهل مش هو اللي ما اعجب واحد عشان كده بقولك انا واسقة وكان بتبوزز يعني كنت بتروح بقى يعني مثلا كان صديق رشح لي ما توفقناش نفسيا عندنا فترة مثلا مع بعضين اخد على واحدة لقيتها مش متوفقين مع بعض مش مستريع بس انت فكرة ان انت بغض النظر عن الجواز عموما انت لما توعد وقت طويل قوي لوحدك كده اخدت على الوحدة طبعا اخدت على الوحدة اخدت اقلمت مع الوحدة خلاص انت عندنا 45 سنة عادت سنة واحدة متجاوز اه و 17 سنة من 2004 عمري او متجاوزتش لأ فلما توعد لغاية سن 45 مش متجاوز كانت تجربة مؤلمة شوية مؤلمة انت تجربة مش متجاوز لأ تجربة الجواز نفسها اه لأ انا اخدت انك قعدت كتير قوي لوحدك ايه صعب قوي ان الحاب ديوار معك في البيت صعب ان يبقى في نفس جنبي اه ايو 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 هيتكتكلمة مظبوط ايو 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 انا اخدت ان انا بقى الوحدة بغض النظر عن مين اللي مجاوزها ايو اه الوحدة نفسها بجمالة انه بقى واخدة ان انا في البيت الوحدة قعد في السرير الوحدة بجمالة الوحدة ايو الوحدة انا كنت صيدات الوحدة بقوني على فترة ان احنا عالي سبعة لا ف كرة ان يبقى في حد في البيت اه بدأ تقول لحاولين انا كنتش بروح لا بس فكرة ان انا بلبس وقت ملبس اكل وقت ميكولة الزبط ارجع واتي مرجع انزل واتي منزل انا حرق يعني الواحدي فكرة انك تبقي الواحدك مدة طويلة اصلا عارف الاحساس وبعدين فجأة تلاقي حد معيك في البيت ده صعب فانت متأكدا انت اه انت اسبعيت اسبوعين لا 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 بس الاسبوعين لا اصلا فعلا قعدت فترة طويلة جدا لحد ما تأخلمت مع الواحد فانا حاسس مع نفسي برضو انا حاسس انا متجوزيش فانا قعد مع نفسي برضو لا 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 بالعكس بالعكس لقيت في افادة افادة جامدة جدا بقى ارجع على اي اكل صحب انا كانت اقول لأكل تقريبا مطاعم في البزات في السنتين اللي فاتت دولا بتطبخي والله؟ اه بقولك يا فريتة والله يجب يا فريتة ارجع على اي حد مستنيه لو كحت بالليل وانا نايم لا حد بتطب على اي دي كانت جديدة دي كانت جديدة يعني اول اول يومين جيت بكوحة لقيت اللي بيتطب علي انا استغرب ليه صحيح؟ انا وغد نفسي بواحد اه فانا بكوح وانا نايم لقيت اللي بيخبط على باري بيتطب علي احساس كان خامل بتكوح عشان انت مدخن قلت لي مدخن شارك اه عشان مدخن شارك كان احساس جميل انها لاقي حد مهتم حد بيتطب عليها لما كنت مفتاح اه على الاقل في السنتين اللي فيها وانا متأكد انت وصلت لسن برضو ان خلاص محتاج يعني رفيق برضو بالضبط اكلم معي احد اتكلم معي اتعبت من الواحدة برضو واحدة مؤلمة برضو على قد مليها مميازات لحيوب برضو اه طيب ايه يعني بتقولي لي التنمر وبتاع انا عايز اعرف لو انت مشى معي ممكن بحد يتنمر برضو ولا يخافوا منه ايه بيبصو انا بيبصو بس بس بيبصو دي عادي لا إبصو بس بس بيبصو دي عادي عادي مش بارع معي لاني اخدت على اللا اخدت على ان الناس بص اه بس هوا ان رائع انا قلت تشعو انو ما يحبش يحرج معي محبش يمشي معي محبش معي يعرفني على صحابه لكن انت في العشر سنين ان خرقته. مكانش كتير عشان محمد كان بيخاف ان انا يخطني في شكل مش كويس او شكل وحش. او انا محدش يفهم الصداقة الغلاط. او ايه مكانش صداقة بس كان معنى انه ايه. في مشاعر حلوه ومحترمه ومشاعر ايه يعني لي احدودها. يعني في الوقت اللي هو كان لحد يدخل حياتي او انا كمان لو حد كان يدخل حياتي. بس انا مكنتش بقى ما كنتش بقى عارف اللي انا ادخل اي تجربة يعني حتى لو كان حد تقدم لي سليم او او منظروفي. بحاول كده مش عارفه مش متخيله نفس. لو تقدمت حد منظروفه كنت بتفكري ولا اهلك برضه. لا هو ما كنتش بخلي او ممكن كان يجو مثلا غزبة او اي ان كان بيجو اي شكل. بس ما بترضيش. او اللي هو يعني ابقى قعدة معهم خلاص مش هانتو خد واجبه خد واجبه خلاص. مكلمة تليفون للشخص او اي او او على حسب هو اللي جاي نفسه او حد مرشحولي او كلام ده. كنتي ما كملت ليش ما قلت ليش بعد محول امية بقى لما قررت التعلمي. ازاي كملت بقى. مفيش اخر؟ زي وصلت للجامعة يعني بدلت منازل بقى كل فترة. او اخدت الاول محول امية وكنت لسه ما طلعتش البطاقة. وصلت اللي استنيت لما وصلت لبطاقة واستلمت الشهادة وقدمت. فجيت اقدم اهنا في طنطة قالوا لي لا منسنك كبير ما ينفعش. طبعا اعملي قالوا لي روحي مدرسة في اريف او حتة تانية منازل. رحت امتحنت وكنت بروح في كفر الزياد. اختي كبيرة كان بداخلني هي او ماما او بيوردوني. كنت لسه بمشي او. اخدت ثلاث سنين والحمد الله كنت طلع من اول مدرسة. كفر الزياد. ورجعت هنا في طنطة برضو كان المنازل بقى سهلة في الصناوية العام. الحمد الله برضو كان مجموعي حالو في صناوية عامة ودخلت اداة ترجمة. بس خد نفس اكمل بقى. او كان نفس اكمل غاصلة الماجستير وحاجات من دي. بس كان وقتها كان فترة طبعا محمد كان جاي تقدم. مع مشاكل اللي حصلت ونفسها كانت. فأجلتها قلت للصنات جاية او اي ان كان يعني. كان بقى سنة ماجستير ودكتوراه كمان. او جيت بقى لما ما حصلتش نصيف. زي ما يقول. خلاص قفلت من موضوع التعليم او. التجاثب حاجة تانية شغل اللي حمد يميدوا حاجة من شغل. بتعماية حاجات شغل. او. 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 او الله عني مريحة. اسمعي الكلمة م차ية مريحة. يعني في الاول. السمعي Vogel PLK. اوه. او او طبعا م checking. او لا متيحب. جدا. او لا. بتعني لأ انها متى مرتاة مية weiß� matched. او او الله او اونا م查ك يا كلامكم مش مطلة. او لأني متى بجدا فعلا بجدل متى بأخب. اوه. في او في. متى في تفكير. متى بأم. تفكيرك ما هو اي يعني. انا بحب نعم محاضر انا بحب نعم محاضر مناقشة اه مجادلة اه بس في الاخر بحضر بس المتلمك الي مش اه بالزبط اه و دماغي ناشف اه عندي يعني جدا اه ابوي اللي هرحمه كان بقول لي انت لو ملاقيتش حد يتعنده وبتعند نفسك اه واختي قالت لها قالت لها كويس ان هو هلاق حد يطيقه امامك مش نيكة دي لا لا مش نيكة دي مش بحب النيكة دي يا اسمي يعني عندي ينتهيب نكة دي طيب اه انت بقى قعدت طول الفترة العشر سنين دي كنت متخيل نكة تتجوزة لا لا اصلا متخيل الموضة ده منتهي يعني امام ايه اللي فتحوا تاني بقى فخليت فتح كده السنة تاني اللي فتت دولة قلقيتها عمالي اللي حملها تصبر كنت مريت بالظروف صعوية يعني قلقيتها عمالي صبرت جمد قوي وفي ناس دعمين في الموضوع يعني في اصدقاء كانوا بيزقوني جمد قوي قال انك تتجوزة اه يعني شريف راضي من اعز اعز صحابي محمد النن من اعز اعز صحابي دايما كان اقولي انت لو فتتك نوع هتفتك نفسي والله او والله طب ده انت قوي اعيد انت اطنعت صحابي انا عايز اقولك ابو وجر ده اخويك كبير محمد النن يعني المفروض العكس بس حابي قلولي ايه عم ده لا 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 اقولولي لو خسرت نوع هتفتك انت بتخسر نفسك اعز اقولك في نقطة بس لما ذكرتها واش اعز اعلمني اه 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 وانا نفسي كنت برضو يعني مش اثرت هو ممكن يكون مكانش متخيل فعارت معلومة بديدة كنت مستغربوه انا وقفت شوية كده بصطلو اروح مراحش اروح مراحش الاخر وقفت قدامي كده قلت له انا نوعا شفتني خلاص في حاجة تاني وروحتي جاعملش بس كده اول مرة ايه بس انا نوعا خلاص شفتني في حاجة تاني هو انت كنت قعدت كتير معلمة وافقيتش فيه لا ما كانش كتير يعني كنا كان يوم ستة عشرين اتنين شفته لا قصدي اقول ما كنتش مأجلة انه هو يشوفك عشان كنتش خايفة لا ما هو كان عايز بقى خلاص يشوفني بقى انا ما عاجب بيتي وكلام يدور فانت بقى استغربته طبعا المعلومة الجديدة اللي انت عرفتها فحسيت بايه بقى حدوده متلخبط طبعا اه عجلت الحلوة برضا اللي عملها لما لقيته كده فانا قلت له خلاص ما تحاملش فوق طعطة ما هو متلخبط طبعا لا ما عرفتش ما عرفتش زينه متلخبط طبعا ايه رد فعلك انا عادي لا ما حسسميش بس انا برضو يعني ايه مش عبيطة اكيد اكيد اتأثر اكيد مش عارفة فانا قلت له انا مش عارفة انا عارفة ان انا شكل مختلف وانت تفاجئت بي وكلام من ده فالكلام ده بعديها بشوية يعني بعديها بفترة عادنا شوية على ما استوعب يعني سبتوا براحتوا خالص على ما استوعب الدنيا وكلام من ده وانا استوعب يعني برضو حاسيت ان او اكسير علي المهمي لقيته ايه جالي بالليل قال لي انا بحبك جالي ساعة اثنين ونصف بالليل يختب بنفس اليوم ؟ .. لايت تلفون بيرل خلاص انا قلت له كذا انا عارفة ان الموضوع كبير عليك وضغط نفسي وانا مشull efforts واشا حاملك فقطاتك وكلام ده قال لي طب ماشي وقفل معي بعد اشواى ياتصل انا كنت تبقى خلاص يعني اذا هو خلاصت يعني اذا كانت Jeep لا مش هيتحميني فعلا الموضوع كبير في قطعته فعلا مكانش مش حابب نوها روحها او مش حابب نوعها شخصية يفرق مع المظاهر والجسم والحاجات دي فلاقيت تليفون بيرن نعم ايو كنت مخيط بقى لقيت بقى بقى خطت افتحي افتحي البيب افتح الباب ايه كنت انا لعي باية افتح باب ايه افتحي برشق تلت ماما واختي عاديم في الصلة فان اطلع من الاضحة ففافتح مكنتش مستوعبة انه هو واقف رديت البيب ودخلت الاضحة وقالت لها ماما محمد يا ماما محمد يا ماما بس دخل كلم ماما وقاللي انا جيت عشان اعرفك ان انا فعلا بحبك وعلا ايه بقى اللي خليك تعمل فيها في يومها يعني في يومها كنت عايزة رد لها الاحراج اللي لما خدت بعضها وجريت كان فيها شوية تعاطف ولا لا تعاطف ده هي احنا المفروض هي اللي تتعاطف معي اللي عندها همه عالية جدا عندها همه عالية جدا ايه همه عالية جدا لدرجة شغلها الهند ميدي اللي كانت بتعمله كانت بتحضر به معارض وكانت بتحضر به كده هي نشيطة كمان في مجال النشاط الاجتماعي والمجال الاجتماعي هو اي حد هيشوف اللقاء ده لو مش هيسمع ايه بقاله عشر سنين هيقولك وانت حاجة من اتنين يا امه متعاطف معيها مثلا يا امه عايز ياخد فلوسها يقولوا كده في الحلال اللي ياخت اللي تحت وافلي ان فيه مصلحة لا احنا عاديين جدا احنا اول حلقة في البرنامج ده جيبنا انا واحد ملدوز واحد اكبر منه بكتير كان عندها تمانين سنة ناس كلها كدش مصدقة ابدا ان هو بيحبها بجد ولما عرضنا الحلقة لما عرضنا الحلقة الراجل ما عندوش اي نوع من اي مصلحة ممكن ياخدها من الست اتخل متعاطف معي ليه مثلا او انا مش من حقي انا مش بقولك اما انا عارف انا بتكلم التقرير اللي انا عملت عليه مستبع برضو لقد تعليقات سخيفة جدا بجد طب انتو ليه يعني ايه التعليقات السخيفة او بيرجالة كده ايو يا بختك يا مش يعني كلام طب يا بختك دي مش رحش لا طب احنا ساعدك احنا من يا بختك اشوفوا عمل ايه طب لما انت كده طب مات اكيد وراها ورطة وورا مش عارس ايه طب معينك ليه ما يكونش هو عوض ليه او انا عوض ليه على حاجات تانية كثير عشان او مره برضو بزروف صحابة جدا عشان عشان يزور في بعض الناس ولازم دايما نقول بعض عشان حكاية التعاملين دي مش صح بعض الناس بتاخد المظهر يعني وداية دا حكمة لا نزمة التعليقات دي كانت بسيطة جدا ولا تتعدى ثلاثة من عشرة في المائة تلسة هقولك احنا دايما بنقص على الوحش بسيطة جدا انا كنت فرحان بالدعاء اللي انا اخدناه بقول يا رب يجعله من نصبه التعليقات دي مع الكلام اللي كان بيتقلنا اصلا في وشيء او كلام دوت فده بيقصر مع ده بس ولا خلاص هو بس مش عايزة حدي يعني يظن فينا السوق اتمنوننا السعادة اتمنون للناس تبقى مشتظيني انا الحدي ادراتي الحمد لله الحمد لله ربنا يدمع سعادة يا ربي ونفسي كل الناس بس عايدة السعادة لنا فيها على فكرة على النوع انها سيادة الرئيس كرمنا وها 12 اللي فادلة اللي قابله المنطقة قادرون باحتلاث كرمت وكرمت المرأة هنا وطعمت برضو كذا كذا تكريم بس بسنة نتبعت لها قبل ما تقابلت سيادة الرئيس قبل منها بسنة قبل انت الرئيس هيكرم والله او دايما دعيني ودايما انت هتنجح انت هتعملي كذا رغم ان هو كان يخاف بسلا متسافليش بكاهرة عشان بتشيل شانطه ومش عارفك طيب هتديك الزاكب سافري الواحدة او سيدي اذا تبري اسكندريا وسافرت اسوار ماذا لا يا سافرت اسوار بتسافلي شونة تسافري الواحدة فاخد شانطه على كتشي وشانطه تانية بس في الداكب او الله يقولك عفريتة بجد او الله موحب اسعيدني حتى لو انا مش عارفة بردو ما شاكب اسعيدي عشان انا مش عايزة يعاني طول ما انا قاعدة يعاني اقول لي حضرتك انا زمان قلولي ناضع يجيبوا لي كرسي متحرد رفضت الكرسي متحرد لي عشان انا مش عايز لادة كرسي متحرد لها كان حركتي بطيئة يعاني مع التعاود حركتي بقد انت أحسن او يعني بقيت احسن او معاين لو قلت ارتبطت على الكرسي كنت خلاص هستثل وهستثل الحياة او طب فانا مش حابة لنا استثل اي حاجة كنت عطلاتك هتتيبس او هتبقى اكتر دلوقتي بشيل الشنطة و بسافر و بعمل و بخلي و براح قصوان و التندريا و الكاهرة يعني ما شاء الله شغلي كويس انا صممها و مدربتها شغالي هدوية و بدرب زوال الهبم او يعني كم بتشتغل او دايما كان يخاف علي طب مبلستش تسافري يعني عشان ايه تسافري يا سيدي تعالي سحاسو اهولك هاوز طب و دلات هتعملي ايه بعد تسبي وتسافري او رب تعملي ايه بقى معاين او لزال اول بقى طبعا او انا بحب شغلي بكل حاجة بس محمد عندي ام او مش مطاردة على شغل بس انا مش عايزة بايع ساعة من وقتي مش جمع مش معاين يعني روحت عند مم مبارح كنت تحس فيها مفتك ده قوي يعني بس التجربة سبع انت بتقول ما كانش في تفاهم لا ما كانش في تفاهم و في السنة دي ما فكرتش تخلي في ساعتها ولا ايها لا انت مكتش عايزة كان بردو جوازت سالونات و انا كنت من نفسيا اصلا كان يعني مش مرتاحين مع بعض يعني مش مرتاحين قعدتوا مخطبين قبلها كتير يعني قعدنا حوالي بردو سانة كانت سنة ونص سين بس فاتة الخطوبة كانت حاجة و اكتشفت بعد الجواز كانت حاجة تانية خار انتو كمان حياتكم ان شاء الله يعني باذن الله هتبقى عشان متجوزين كبار هتبقى اعقل كتير من اللي بيتجوزه صغالي ان شاء الله برضو احنا لسه مجالين برضو شوية لا قازي قول اعقل في التعامل مع بعض في التفاهم اكيد في التفاهم في الصبر في التنازلات ان شاء الله ابننا يعني ابننا يغير حياتنا جامعة ايه اقوم نفسه اللي قال ليه امو محروس اه امو محروس اقرر ان هو ولد يعني ان شاء الله ان شاء الله فايل ايه حاجة دي ايه ايه ومحروسة امو محروسة لسه ممكن فاطيما ايه ابي احب مامت وبابا قوي وانا احشان حب لي وحبين مامتك وبابا اكبقى احنا اتكلمنا عن اهلها مامتك وبابا اقتنعوا ازاي لا بابا مكانش موجود وقتها مكانش موجود وقت يعني امو مطاش لما عرفت له كانت وافي حال وايش تقول اهلي اعترضوا اهلها اعترضوا اهلك انت بقى في الاخر المنطقة اتطنعت ازاي ولا عملت ايه خلاص عرفوا من عادة الفترة دي كلها من غير جاولة اللي تقدر تستحمله عشر سنين تقدر تكمل بقى انك قاعدت ما تجاوزي شو من ده اه ان هي كمان قدرت تستحملني عشر سنين اه ان هي كمان قدرت تستحملني عشر سنين هو صعب شو علم زينا بيقول مو صعب والله بس يعني محمد محتاج بس حد يستوي يعني يفهمه بس مش يعني هو بيحب مثلا حاجة معينة مش عايز جدا طيب خلاص استني يا ميضه طب يا محمد شي كذا وكذا بيكتنع بالرحة بتعرفي يعني تتعاملي معايا اكيد طب على فكرة ده المثال يقول ان الرحة النفسية دي اهم عاجة طبع طبع يعني انت كمان متهيق لي لو مكنتش مرتحي له محمد انا مكنتش باخد اي خطوه حتى يعني رباني يخلي بابا ماما كل حاجة بس ما بعرفش اعمل خطوه مما هو معي حتى وهو لما كان يبقى اما اللي هو يعني رشحوله دول كنت اكيد زعلانة جدا اه كنت زعلانة بس عايزة يعني عايزة رباني يسعدون انا مش عايزة انا مش عايزة انا مش عايزة كذا وفيه عيوب كذا انا شبقى انسى وجودي خالصة بعد ما عديتي سنة تلاتين اكتو ايه لأهلك انا بقيت كبيرة خلاص انا اخد قرار لواحتي انا مش عايزة برضو يعني اجي عليهم او همه لك سمي براقب اي اوه انا مقلتش تعمالك انا قلت ما جاش في بيلك لا مش حكايت اخو قراري انا حكايت انا لو انا عاما عارفين كذا انا عارف كذا انا لو عايزة حياتي كلها من جير الراجل انا مش هكون مع حد انا حمد انت قلتش له كذا انا قلت له كذا انا قلت له كذا واما حمد كان معي صوره ممكن في التليفون ممكن مثلا يعني ما باوريش التليفون لي بابس بما ام عارفين ان هو معي عارفين ان انا بكلم عشان انا عارضهم صقة فيي وصقة فيه انا مفيش حاجة يعني قضي انتو اتنين كنتو محترمين اهلكو بالرغم من ينسلكو ضبير برضو متمسكين بان الاطار يبقى صح شكده انا بس قلت جاش في بالك عشان فيه بنات هتشوفنا دلوقتي بيصمموا على رأيهم بيتحدوا اهلهم بيعملوا حاجة من غير رضاهم فانتوا قعدتوا عاشر سنين محترمين اهلكو ومش رادين تاخدوا الخطو غير صح هم اللي وفق وهم اللي اقتنعوا وهو ده دليل التربية ده دليل انتو تنمت ربيين او انتو بجد والله انكو قعدتوا بالرغم من هو يعني ممكن هو يقولوا انا عمدي حاجة باربعين سنة انا محطش يقولي انا اعمل ايه مثلا او انتو تقولي انا عبدية التلاتين وانا حرة مثلا يعني محطش كده انتو سممتم ان الخطوة تبقى صح وبردلا احد وابردلا الكل ام اقتنعوا فعلا ويبقى فيها بركة فعلاً يعني فيها فرحيتهم وهم خلاص اقتنعوا ان انتو خلاص انتو عندكو نظرية معينة انتو خلاصوا قصة عشر سنين كتير قبل حد عشر سنين عشر من 2010 احنا في 2021 احنا عدينش عرويات احنا في 2021 احنا في 2021 الوقت المعاكب يعد هوا والله والله ما حزنا بيهم ما قال لي يعني صفحان الله عدوا كان هو عمر بس المشاكل اللي فيهم كانت قادينا مراحل كتير او ما كانينش كلها وردي في حاجات برضو يعني يكفينا اما قلنا حزي مثلا يتقدم لي وحس ان انا عبقى مع حاج تاني لا مش الغيرة بقى بتعمل ايه هاي هي ببادي تكشف تليفوني من ورا مني حفظ كل الارقام عشان اللي قادينا بسوردة والله هي اصلا انا يعني البسوردة بتاع الحيثة الواتس الموبايل كله معاه ورغم زلك برضو بتغيب انا بستغرب والله الستاتة اللي بتعمل كده ولا بيعمل حاجة ممكن يبقى عموة تليفون تانية أصلا لا لا ما عطاكتش ولا ايه ما تعمل حاجة بيعملها انا اتمه هاي عمل حاجة كنا عمالها أصلا ما بتقليلي في التليفون ليه لا والله بس انا عارف اولا هو هيعمل حاجة مش هيستقى يعني راجع مالذي لابش نعم احنا الستات احنا غراب جدا يعني عارف بندور حتى لو في حاجة احنا بندور على الحاجة الدايقة لا بس انا عملت كذا لقيت حد مثلا فيه كذا يا محمد وانا عملت كذا انا شوفت كذا طب ليه انت شغلك مفروش ستات صحا لا احمد الله كل اتعملي مع رجال مفوش مساعدة سكيرتير مفوش كلوس انا يعيق كلوس انا يعيق بس ممكن المزوب عشان اشوف شغلكم لا ولو جات ست تشتري بتعمل معي طبيعي كأنسة وتقديرها كأنسة لا هو الموضوع هيدي معي اكتر كمان من بعض المتجوزة من الحيث او لو كان هيرتبت بحاجة هيرتبت بحاجة مدلواتي معي انا فالموضوع هيدي شوية يعني انا خلاص الاول ما كانش بقى الاول انتظار 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 طيب ما خوفت ما خوفتش بقى ان الموضوع ده يعني يخوف اكتر كنت خاف جدا ان الموضوع ده يخنق لي بعد الجواز وده كان سبب من اسباب يعني خايف من الموضوع ده يخنق لي الجاد دي حتى لو مش بعمل حاجة ولا الكلام ده مخ قلتلها طيب لا اول مرة تسمعوا لا اول مرة تسمعوا طب كويس انا جنت بيتخنق طيب بحاجة لخطوة ليه؟ لا هو محمد زي ما يقولك عايش لوحدة تمام فمحتاج اللي يقوله لا هو اي راجل في الدنيا تعاودي ترينيله كتير انا محمد ده كان بالنسبة لي ابن يعرف ابنك لما ما اكلش مشربش اتاخر على شغله انا كنت في صحية وشغله بينام اخر حد بالده في الكتب بتاع تعلم النفس كلها بيقولوا ان ده بيطفش موضوع الحمد الله ده احساس الأمومة اللي ها يتجوزها ده اللي هو بيتخنق من الموضوع ده الحمد الله الحمد الله بس خلي بالك بقى انك انا قولت الموضوع عهدي شوية اوه كانت عيب انا مش عارفة مش شايفية مش عارفة اكل ولا معكلش اوه لو قاعد طول النهار اصلا ما بيسألش باكل اوه يعني انا الكتب بفكره لا بس لو ما تبتسلي وما يردش تبتسلي 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 دي ما انا اشدع بالاكل جاي جاي رد عشان شوفيه فين اوه مرر بظروف صعبة شوية مرر بظروف صعبة جدا فانا كان لازم اللي انا كان أخوفي اوها لا يدوت كان أكبر من اللي اذا اتوقع all he don't stay or whatever اوه مرور الظروف اللي مر دي كانت تستدع ان انا اعمل كدة اكتر انا لو مش وجودي انا لو مش بنت يعني كنت ابدلت مع sfاران rehab وفهم لست دعام انت كنت دعايمة معاندة عينة بس توقودي انا جنبه بطريعة تانية يعني انا بيقولك انا لو كنت ولد كنت بدلت جنبه للنهار بس انا كنت جنبه للنهار معاد حاجة تانية ممكن اشوفه بره شوية حاجة بسيطة اكلم مع التلفون زي حاجة من دي فانا كان قلقي واخوفي عليه كان عايي طيب هو انا قلت له ايه مميزاتها تقالى الروحة النفسية اذا انت واضح انت بتعرفي تعوجيك ويسأل هو بقى مميزاته ايه؟ مسك الحشب الاول بتلابسي خرد الزرق اهو مصدرهولنا في الكاميرا ده حاجة الحشب الاول ما شفتها اتحكتها انا شفتها شي لدلال لا محمد محمد الله مش ازل الوجودة مش كلمة او مش حاجة في البطور لا في محمد اعتبر يعني ضهري او كاذي بمعنى اصح حاجة يعني دعيمة جدا جدا حاجة مقوين يعني انا بقولك انا ضعيفة من غير يعني ما بشوفش معنى بتحسيب امان يعني جدا جدا يعني يكفي لما كنت بقى مداي من حاجة محمد انا كذا 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 يكفي لما كان بيسمعني قليه في الولاي جنبي حتى لو جدع يعني جدا انا بقولك الوجودة مش كلمة رجولة افعالي وعدني وفعلا وعدني ان هو يبقى معايا حتى طالت المدة اسرت بس معايا فعلا ان هو اخوفه علي قلقه اهتمامه بيا وحبه معاقلية استقاطه هو ماشي معايا دي اما مختلفة امشي من شارع ونخرج من شارع عمرو حد مثلا نبصيلي حد بدايق مش عارف ايه ما بيشتري معايا توليسة اقولك مع موضوع انت انا امور ده ما يعملش مشاكل بقى ما بتتنرفسش انت مثلا بتخانق مع حد بتاع بيعملكش مشاكل لا ما عمليش مشاكل لحد دلوقت يعني قصدي اقول مفيش مرة اسمعت كلمة فحصيت ان انت انها ضيقتك فدخلت في خناقه مع حد ممكن اسمع لا لا ما حصلتش لا لا ما حصلتش ايه بقى سعيتها بتتجاهل ولا بتجاهل اوه بس هو ما حصلش وممكن اسمع من اطفال اوه ما حصلش ان في حاجة استدأت ان ان انا اقول له احترم نفسك او عيب او او كده انا اقاف عند حده باي طريق ايه او بكل الطرق بالطريقة الا هتقاف عند حده لكن ما حصلش اه حكاية الاطفال دي اللي كل موت محادت يعني مش زيك من دويل همم او كده يقولي الاطفال اللي بيت نمر يا اليه بقى هو ظهر انه مش تنمر هو ظهر ان الاطفال دي بتبقى عفوية لا مش حكيت عفوية برضو انا اعلمهم في المدارس او في الديوت او كده الجماعة دول مش مختلفين الاقصد قول هما بيستغربوا ولا بيط يعني بيقولوا حاجات مؤذية لا على حسب البيئة او حسب الحتة اللي انت فيها على حسب التربية الحمدلله انا احيانك مبتاول نوعا كويسة الحمدلله لا انا انا اسأل عشان لو الاولاد فعلا ابتدوا يبقى عندهم خصة التنمر دي لازم الاهلي تخلي بالها على حسب الاماكن ممكن يمشوا وراكي بيزفوني يعني مجد الله بص بص انت سبت كبيرة او لا تبقى يا رشا او ممكن ماشي مع اماميته بص يا مامي مش عارفة ايه بص يا مامي ما هي بص يا مامي دي اللي عفوية اللي انا بتكلم عنها بص يا مامي دي انا حبيبي ما تبصش كده واش قولي يا حبيبي كده والله العظيم ايه ما تبصش او حاسب حاسب كده ايه جماعة طبيبية انا مش عدي مارك جلدي والله حاجات كده بصوت عالي كده صوت عالي او يبوا ماشيين تماميز انا بشوف انا بشوف يعني هم ماشيين بس بقوني بخطوتين قولي اللي ماشي جنبها او اللي ماشي كان بقى يبص بس يا ساني بس والله مش بقولك عشان بص انت مش غريبة انا بقى عامل لوم بو يبص مش غريبة في او يمكن عشان انا بقى اشوفت اناس كتير بس لا يعني مش في الدرجات دي مش بص يعني انا بحضن طبيعت الفكرة وطبيعت الثقافة والتعليم والتعليم نفسه عشان كده بقولي ما نبقاش في المدارس او في ايه مكان نقولهم ايه ضل دعاية لا اصدقهم هدلتها طبيعية يعني حضرتك شايفة طبيعية وانا شايفها طبيعية والاساد دي شايفينها طبيعية في ناس ثقافة تعليم اتعامل مع حاله زي كده تعامل مع جربهم اتعامل مع مع اياه ومداخدش منهم دعون وعارف امكانياتكم اكيد حضرتك عارف امكانيات زو اللي هم هم اكتر مني جميل بس هي بالنسبة لي مش عارف يعني قصد يقول ان هي طبيعية جدا ايو مفيش حاجة ما تقدرش تعمل كده بقوله يقول الناس مستكترها هي لبسة كانت تقول لي متقدرش تحكم على حاجة غير لما لا يمكن هقولك حاجة يمكن حتى ده لما بيبقى مثلا في عروسة او ست مش فائقة الجميل مثلا مش يروح الفرح برجها يقولك ايه يعني مش عادية تجوزها على ايه خدها على ايدي ما احنا ما هي عادية يعني دايما الناس عندها بعض الناس طبع مشكورة حتى لو جميلة جدا وفائقة الجمال لازم هيطلها فاعب برضو بس ده ما يتقيل مثلا مثلا يعني اوز يقولك ان هو بعض الناس لان فيه ناس برضو بتتمنى الخير اكيد كتير كتير عيون السبع كان في تعليقات ايجابية يا رب يجعلون نصبنا تعليقات ايجابية جدا احنا دايما بنبص يعني زي عندي كومنس كولي مثلا بيحبيني بتاع واجي على الشاتم يروح ردة عليه احنا بنقيين بيستفز بيستفز يعني انا شايف ان النسبة تلاتة من عشرة في المئة وما اثروش فيها خالص يعني حتى التعليقات السببية ما اثرتش فيها خالص انت بحتاجين حتى التلاتة في المئة والى حتى عشرة والى حتى خمسين حتاجين الناس في حاجة لا مولتنا كده مش علينا بس لا عاوزي يقولي ليه حتى الناس عنصر يعني عاولي حضرتك حاجة بقدر وختي بقدر صحابي يعني لو ايه احتيك انجوزت هو ايه تجوزت ازاي يا بنتي كده والله العظيم واحنا متجوزناش لسه يوم الخطوبة صحبي شريف ده احنا اتخطبنا يوم عشرين عشرة اللي فات وكتب كتبنا يوم تسعة وعشرين تسعة وعشرين بس تسعة وعشرين يوم الخطوبة كان صحبي جاي بعربية وراكن قدام بيت جمبي يعني في الحتة في المنتقى انا لمحت من بيت كده ان في حد بيزع مع ابنه الصغير علي علي لا ابني يعني علي ده والله حضرتك شريف ام ولادي اعز 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 اصحابي هو ابو هاجر وكانوا داعمين جدا ام هاجر اللي رأت جابت العفشة اه وشريف هو اللي خطبني اه وشريف هو اللي اتصل ببابا خطوبتك بكرا انه ها وخطوبتك بكرا وهم اللي عملوا كل حاجة يعني محمد النون كانوا معا اكتر يعني من خلال حضرتك طب اه انت بتقولي ايه شريف كنت انا في معرض كان عندي معرض وقعد قدام شغلي وكده يعني شريف هو اللي اتصل بباباها حد دلمعاد اصلا قال لي اخطبتك بكرا اولا يعني شريف اللي اتصل بباباها حد دلمعاد اه اولا اتفجأت بقى واكتر كلمة اثرت في يعني انت لو خسرت النوع هتبقى خسرت نفسي من شريف كانت كلمة من شريف ونعمل صديق يعني برضو دي حاجة يقولك ان الصحاب دول مهمين قوي ممكن يعملوا حاجة كويسا للصحاب ممكن يخربوا عليه برضو ونخلوا مرآته خليل يا فنانوذر واحدكم يعني فعلا في بعض الرجالة بيبقوا مدنية قوي لصحابهم او بيأثروا عليهم لا انا ممكن اسكت كل صحابي انت بتقولك كلمة دي أسكت لا لا انا ممكن يعني انا قراري من دماغي اذا ما كنتش مقتنع بي 100% مش حامل ممكن تكون انت مقتنع بس هو جالك يعني يأكدها يأكدها وبعدين صبرتي هو اللي اتصل يعني شريف هو اللي اتصل ابو واجر عنده ثلاث بنات ابو واجر عنده ثلاث بنات ابو واجر عنده ثلاث بنات واكبر مني اخويك كبير ومن قبل ما نتجوز بخمستاشر يوم دخل عمل عملية قلبي مفتور رب نعيش فيها وفي فترة اللقاء رب نعيش فيها على خير يعمل وهو رايح للمستشفى كان صهران معاي كان لتساعة ثلاثة بالليل او اتنين ونص بالليل كده لقيت هانية دمعت يا ابو واجر انت هتؤمنها زي الفل قال لي الحاجة الوحيدة اللي بوصيك عليها بي نهر ما وصنيش على فيها يعني عنده بنتينها عالسلتين ما شاء الله ربنا بيركلهم فيهم يا رب وقبل فراح لا مش حاجة ابو واجر هي اللي جت هي اللي جابت العفش وبقى التفاصل انا مش بعرف الفاصل تشتريت عفش جديد وكده انا جبت عاية ده مش بيتك اللي كنت قاد فيها لا مش بيت اللي كنت قاد فيها انا يعني جبت شقة او جبت عفش من الاول عريس وعروسة من الاول وجديد مش حاجة كان دي ناسا عمتوا بقى طبعتوا حاجة حاجة قديمة وكده الحمدلله عفش يقولوا الحمدلله الحمدلله مش مارسني حاجة لانا اولا واشتركتوا مع بعض وجهزتوا مع بعض الحمدلله انت بتكسري بقى الحمدلله تسيبة تسيبة ليه وقف ليه من بعد كورونا كامل احنا عاديين نشوف عندك حاجات عادي بس تشاهد ماما وفي حاجة بسيطة هنا تشاهد عادرتك عاديين نعرف شكل الحاجة اللي انت بتعملها ايه او تبعت لنا فيديو او 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 انا كنت عاما مفانوس محمد صلاح حتى نفسي قابل محمد صلاح عشان اهدوله طب عليكيش فيديوهات لن حاجاتي عندي على الصفحة هادي سمعي مجهولات الننة طب ابعت لنا الفيديوهات دي عشان او ابعت لكي السور او سوقولي بقى طب اللقاء لا اساني عايزة اقولك حاجة هي مش فكرة ان الواحد بيبقى بيكرم ذوي الهمم عشان هما عندهم اعقلاء هي فكرة انك وانتها القوة ان انت تبقي مش قادرة تعملي حاجة او مش طبيعي انك تعمليها وتتحدي نفسك وتعمليها يا بص انت من واحدة مش متعلمة حاولت اقدم في حاجات كتير جدا انا شغل ووظايا كله كان يشوف استيديات تاعي تمام بس هوم الاول انتها عندك 14 سنه عشان تدخلي ما انك تتعلمي وتوصلي للدعوة وبعدين تفضلي على علاقه براجل بتحبيه ومتمسكه بلي وفي الاخر توصلي لانتها تتجاوزين عادي كل الدعوة انا عادي والله انا حدث الشغل ما يقستش منه وشفت موضوع حاجة تانية انا اعمل عمدان هم رافضين عشان شكلي بالضبط لا اشتغلت ما اشتغلتش موظفة روحتي اشتغلت عملتي مشروع بقيت تروحي وتجي وتشلشونط وتسافري حتى لو والله لما كنتش بسوق في المكان اللي انا بروحه بس يكفيني اللي انا كنت في ستات تانية تقولك وانا اعمل ايه ستات ورنجال وشباب ما انا اهلي مع الليمونية موما جزي دولة اهول اللي لقيته يعني في ناس كده عايشة بتستسلم طول الوقت انا مش حابة اكون عائلة على المسا انا حابة اكون عائلة لنفسي حابة عائلة ايه مش حكاية عائلة هي حكاية حتى لو لوحد قعد في البيتها مش عائلة بس انا قصدي اقول ان الناس كتير قوي قوي حوالينا بتستسلم بسرعة ما عندهاش القوة بتاعت ان انا اصر واكمل واقوم يعني اه اصرار لدرجة لدرجة اللي انت تنفذ الطلب علشان نخلص بقى ايه يعني ممكن تطلب طلب خلاص فتيجي يومين وتطلبه تاني ما نسيتش طب خلاص يومين وتطلبه تاني ما انا بقول لحضرتك نرجع للنقطة اللي انت بتقولي فيها على الصحابة ممكن اقول لي ده خلاص 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 ونفذ اللي في دماغ بس لما لقيت شريف وابو هاجر دعمين قوي 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 يعني كانوا سبب رئيسي من الاسباب تتم الجوازة دي طب سؤال يعني انت اكتش عايز لا عاوز 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 بس لقيت حد ده بس اواق دايما لما الواحد بياخد قرار صعب وانا بقول صعب بالنسبة له مش عشان كنتي صعب عشان هو بقى كتير اونش متدوز في كيس الجواز بالنسبة لوحد قاعد يقول السن دي مرعي بقى كيف حتى في الفترة بتاعتي الخطوبة وكتب الكتاب وكده بقى شريف حبي يوريني اللمسة بتاع الجواز بقى يعني بدل ما كنا بنخرج انا وانت ولا حاجة لأ بقينا بنخرج انا وانت والمدان بتاتك والمدان بتاتي والأولاد مع كرفورة بتدى يعيشك في الجو العائلية الجو العائلية انا عمري ما روحت كرفورة تسوق فيه وبتاوق كلاونا لبس باجونهم راحكت باجون من بره الجو ده بقى العائلي ده ان انا جي في حاجة وانا راجع لبيت محتاج حاجة مسئولية انا كنت عايشها جهيمي جدا طبا جدا يعني لو حتى الشأة ما كانتش بتبقى مترتبة لو ترتبت بقى السنة متغيرة لو ترتبت بقى كده في حاجات تاهت وحاجات مش حلقية وحاجات راحت محل وزي حد مسك حاجتي حطاها بحتة تانية مثلا هي الحد دلوقتي حاجتي يعني انا اقول لك ايه تقدر لازم هي الله يخليكي دولي فاكتك ناسية لا 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 ما عارف كل حاجة في ايه بدوك اه بس هو حتى لو الحاجة يعني عادي كانت كركبة بالنسبة لي الكركبة دي انا عارف الكركبة دي الكركبة دي بالنسبة لي تنظيم عارف حاجتي عارف كنت متأكد بينين بقى بغض النظر عن مونة نوها انها تقدر تكمل تبقى تشيل تشيل مسئولية بقى بعدما انت عادت وقت طويل قوي راحدك لا هي شغلة مسئولية يعني عائل مش عائل هي شغلة مسئولية مسئولية الجواز وعموم بقى فكرة ان حد هيقولك رايح فين جامنين اخرت ليه انا كنت معي كده برضو رايح يعني ترجع تلاقيها ملتزم ليه اه برضو اللي في دماغي بعمل اه في دماغي بتعمله اه اه يعني قصد يا قول فكرة ان انت تسلط لا مش تسلط انك تبقى قاعد في دماغي واحدك انك تبقى حر يعني اه بس لسه ما مش هنسأل السؤال ده ازاي نسأله بعدي عرفت منين ان انت هتقدر على الجواز عموما في السن ده تعيبت من الواحدة جايزة مسندت عليها وقفها جنبي في فترات صعبة حتى في الفترات اللي كنت بتخلعنا فيها اي يعني مهما الواحد يكون حر في يجي سن بقى بيحس بالواحدة بيحس بالواحدة خالوا برغم ان عندك صحاب وعندك وصحابي مكافيني جميل جدا كمان وللواحدة ذي ايه لما كنت ترجع البيت يعني البيت ده طبعا انا او لما ارجع البيت اهد الواحدة الى حتى منزل وممكن ارجع البيت وازهق من الاهد الواحدة ااخد بعضي وانزل حتى لو ساستصت وانت ليس بتاهلك اصلا ليه عشت الواحدة لأ كان لقى اهد في بيت اهلي انت كنت اهد في بيت اهلي اه بس البيت مش في منطقة اهلي انا حسيت ان التنمر في منطقتنا ما هيبقى في بيتي هيبقى اكتر عليها اه يعني انت كنت قاعد مع امامتك وبابا؟ لا في شقيتي الواحدة البيت بتاعنا بس اهد شقيتي الواحد اه اه كنت مقيمة في شقيتي الواحدة بابا وماما تاعد انا فوق اخويا فوق مني يعني انتو دلوقتي في حياتك وماما انا حاسة من كلامكم انو ما عندكوش شوية مشكلة جير مع الناس ولا الناس برضو فرقة بس بس يا ممكن الخروج بس الخروج خرجنا كتير مشيت من المنطقة دي عشان الناس انت بتقعهم لا لا عنها بيمشين نوة مش محروق منها بمشين هوا عشان مش محروق بالعكس بيعرفل الاخر مش محروق ممكن يكون خايف انت تذعان عشان تنمرهم عليها تنمرهم عليها لا 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 عشان تنمرهم عليها كده كده طويلة زي ما قالك بيبصو لها والقصيرة بيبصو لها ما بيصو ش حد حصلت من رجل كبير.. حصلت من رجل كبير وإحنا رايحين نزور مرة عالي يعني وكذا إيه بقى عالي إيه؟ يعني.. أنا ما اسمعتوش عالي بالزبط بس فهمت فهمت.. أنا ما اسمعتش هو عالي بالزبط بس من منظر النظرات والكلام والداحك فهمت وهتقالي بالزبط اللي هو الزي دول مثلاً حيتجوزهم إزاي حاجة كده أنا باستقرب قوي من ذلك لأن منين ضمنين حتى لو أنت سليم يعني؟ منين أنت ضمن أنك تكمل سليم؟ لا ده هو معاق زين هو لو ميت سليم نفسي وبتكلم قدام الناس ده هو معاق زين رجل جاهل لا لا بغض النظر عن جاهل أو حقود أو أسود أو.. أنا دولات اللي ماشى رجلي كده وبتاع وجدت حاجة خبطتني مثلاً.. سمعتها له شالت إداية ورجلية سمعتها له سمعتها له وإحنا نزلين بقى يعني حاست إن أنا مداء قوي أنا حاست إن أنا مداء قوي فهو إحنا نزلين سمعتها له قالت له مين ضمن أنه هو ماشي دلوقتي يعمل حادثة ممكن يعمل حادثة بدل الملأة فقدت ذراعيني ورجليني وبقتت ماشي على الأرض مثلاً الفكرة مش فجأة يعني هل تتجوزوا زي فيه ناس كتير قوي متجوزين بس مش متفهمين هو عصبية عصبية هم عاي هي أشكاة يا ستي متفهمين ولا مش متفهمين أول ناس ملع يعني أنا حتى جيت اللقاء ده أنا وانا بقول لكم في التليفون قلتلكم إي قلتلكم إحنا عايدين لقاء ده عشان نفسي قوي أبروس فكرة إن الحب ده يا جماعة حاجة أقوى من اللي إحنا بصن له يعني الحب ده ولا لازم يبقى فيه مقاومات ولا لازم يبقى أولا الحب راحة زي ما أنت بتقول هي أهم حاجة إن الواحد يبقى ارتاح راحتك مش زي راحتي مش زي راحة كلين مش زي راحة أعلان ده اللي نفسي الأهلية يعرفوه كل واحد بيرتاح بطريقة في واحد ترتاح إنها تتجوز واحد غني أو واحدة ترتاح إنها تتجوز واحد بيسمع كلامها واحدة ترتاح إنها كل واحد دي راحته شخصات لو نبطل بس نحط منخيرنا حقيقة الناس لا 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 نازم تحطون غير حاجة كتير قوي مش كلهم والله لا كل واحد ركز في مشكلته هو ويساب غيره هتبقى الدنيا ألطط هي أنا بقول إن هو عيد فينا برضو إن زي ما أنت بتقولي زي ما هو بتقول كده كان مثلا يبقى في تعليقات كويسا قوي نبصوا أنتم ماشيين في الشارع ما حتش كلامكو غير واحد راجل بس راجل نجح إنه يضيق إحنا مفروض بعد كده نبص على نصف كوبية مليون في المئة وعشرة مليون في المئة وعشرة مليون مثلا مئة متين تلتمية يعني كتير حتى لما تلاقي كومنس على فيسبوك سلبية قاعد أقول إن هدايق نفسي كتير إيه ده كل اللي كاتبين مثلا ألف بس غصب العامي كاني كده يبتيجي على التعليده غصب العامي كاني كده يبتيجي على التعليده غصب برضو بس بوص يعلمك بس دايما بوص يعلمك حاجة دايما لما تنايت كده بوص يعرفك هتلقي ألف ونص في تقولي ألف ونص في المئة وعشرة مليون ده أنا جامدة جيفة يعني ما هو أصل مصر كلها بتشوف البوست ده لما ألف اللي مش عجيبهم يبقى كانت تنينة هو مين اجتمع عليه كل الناس؟ ولا ربنا ولا حتى ربنا اجتمع عليه كل الناس يعني ما جير مقارناتنا طبعا الله سبحانه وتعالى يعني أنا اللي بقولي أنت مفروض تشيل الموضوع ده وبرضو في الآخر جوحة جي شال الحمار يعني برضو في الآخر جوحة هو لما ركب هو وابنه إزاي يركبه هم الاثنين لما نزل لوحده إزاي وفي الآخر شاله ومشي بي طيب مدلا بقولهولك أن فعلا هم هم اللي يشيروا بدلا ما أقولك أنت هتتجاوز إزاي ومين انت ينفع تتجاوزي؟ أو أنت هتتجاوز دي إزاي؟ أقول لها آه إنسا هتتجاوز وابالك حبيبتي مثلا إن شاء الله بإذن الله ربنا يسعيدك لا أمكن ربنا يسعيدك خلي بالك من نفسك مش عارف تتلب صحتك ما أقولكيش ينفع تتجاوزي ولا لأ طب لازم تتجاهل لما حاجت الأبعيدة لكن لما حد يجي يوم خطبتها ولا يوم فرحة بدأ ما يقولها مبروك يخش يضايقها دي قدرة رهيبة دي قدرة رهيبة يعني إن حد يدخل عارس بدلا هو يا ألف مبروك يا ربنا يتامن بخير يعني ينفع تتجاوزي أقول لها ينفع تتجاوزي صادقة تتجاوزي صادقة تتجاوزي إزاي؟ صادقة تتجاوزي إزاي؟ منابي أنت تقولي أتجاهل إيه؟ واحدة داخل تقول لها تتجاوزي إزاي يوم ما هتتتجاوز زي يعني إيه يا جماعة؟ إيه يا جماعة؟ لا أفجاد لازم أقولها أنت مريدة لا قلتنا لو ربنا شايف إن إحنا ما نصلحش لبعض أو لا أولا خالصت وإيه يا ربنا يشفيكي لأن إزاي جابت القدرة دي؟ تتجاوزي قوة حجية قدلت اللي هي تحريكي أو تبعيي يعني تقولي كلام ده؟ خلاص أعجبت محمد على حاجة؟ لا لا لكن لا 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 حتى لو أعجبت أنت مجد بحاجة ثانية؟ أنا يعني مش عارف أقول لكم غير إنكم الدين مثال راقي جدا للأدمية والله وإن شاء الله بإذن الله تعيشوا وقت طويل تنبستو فيه عواتكم بقى عن العشر السنين نكسي بس ثقافة الأهالي تختلف يعني ما يحجروش على أولادهم يعني ساعات بنكون إحنا صند لبعض أكتر يعني إحنا لو كنا ارتبطنا من الوقت ما كده كان زمان حاجة كثيرة نكسي لو حرف من حروف الشيطان وعسى أن تكرروا شان وخيرة أنكم ربنا حدد كل حاجة بمعاد ويمكن لو العشر السنين دول ما كانوش حاصلوا ما كنتوش تبقى دلوقتي على أرض صار بقى أو تمسكين يمكن لو كنتو بقى جوزتوا من ساعتها كان الموضوع يبقى هاش جدا كنتوش تبقى عارفين بعض وما اختبرتوش بعض فلا أنا مش موافقكي في حكاية إن لو من عشر سنين لا الأهالي بس أنا بتكلم إنهم كتير في نفس الظروفنا بالعكس أنا شايف أنهم عملوا حاجات كويسة قوي إنهم خليكم إنتوا أكتر منهم متأكدين لا مش على أهلي أنا بتكلم على أهالي زو اللي ما بتقريبين أنا بتكلم يعني فيه ناس في نفس الظروفنا أهاليهم برضو بيبقوا خايفين عني تمام معالك إنو خايفين مع أهلك أما خايفين بس يعني أنت أهلك عملوا الصح إنهم قاعدوا عشر سنين عشان يتأكدوا إنه هو ده على فكرة ده معنى إن الغالية جدا عندهم فيه ناس واحد بيجي ياخد بنتهم في ثانية كده ويمشي وخلاص آه يلا قابلين وتجاوزت ده معنى إن الغالية جدا عندهم فهما بيبقوا عايزين لو أنت عندك مشاكل هم مش عايزين يزودوا مشاكلك في حياتك محمد مرة قالي إنه ممكن نتجاوز ونعيشت ندريه وفي مكان تاني غير طانطة خالص بس ما كانش ينفى لازم أهلي وآهلي متقبلين الموضوع عشان عايزنا يطلعوا لهنا مقروين ولا هنا مقروين عايزين بيئة مختلفة عايزين إحنا بقى عندنا صدير عينا صدير عينا صدير عينا تبقى الليلة بالطريقة الصحة ومريحة لأن لو جوزتوا كمان في الأول وفيه مشاكل في الأهل ده كان هيعمل ضغط فضيع ده اللي ادينا نضوب وخبرة بقى هنا نضوب وخبرة وتبقوا متأكدين على الأقل إنكم متمسكين ببعض بجلد وحنقدر نسعد بقى آه يعني عشر سنين من كتير حدوشك 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 عشرين هي صح إن شاء الله بإذن الله نيجي نبارك لكم على الحاجات التانية كتير وإن شاء الله العمر كله ربنا خليك أمستاذك ربنا خليك أمستاذك ربنا خليك أمستاذك ربنا خليك أمستاذك أمستاذك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة